أهلا بكم مشاهدين مرة تانية فاكرتنا الطبية النهاردة هنتكلم فيها عن تأثير ارتفاع الحرارة وموجة الحر على مريض القلب هل الحر ممكن يزود نسب الإصابة بالأزمات القلبية أو أي حاجة تانية؟ النهاردة ده حيكون سؤالنا الرئيسي وهنتفرع طبعا منه لعدد من الأسئلة الأخرى وإزاي ممكن نتفادئ المجهود على القلب خلال هذه الفترة الصعبة من السنة؟ ده حيكون من خلال دكتور الشام عمار استشاري أمراض القلب والأسطرة إلى العلاجية طبعا اللي منورني ومشرفني النهاردة أهلا بحكة دكتور الشام أهلا بحكة دكتور الشام صباح الفل أهلا بحضرتك عامل في الحر أهلا زي ما أنت شايف إحنا الغد دلوقتي نحن نمضي لفت تكييف وخلص الحلقة نطلع بقى بره حاجة تانية طبع أقول لي يا دكتور الحر الشديد ده إزاي ممكن يؤثر على مريض القلب؟ أولا يعني طيب لو أخدناه من طريقة تانية هو الحر بيعمل إيه؟ أول حاجة بيسخن الجسم بيرفع من ضربات القلب بيرفع من العمل الأيد أو اللي هو الإفراز للجسم ليه المأكلات والمشروبات اللي بيغذي بها الجسم اللي هو احنا بنسميه مصنع التغذية فبالتالي الحر كأن حضرتك بتعمل مجود كبير لأن الحر بتسخن الجسم كأنك بالضبط في جنب فبالتالي مريض القلب ما بيستحملش الحاجات دي مريض القلب خصوصاً للمرضى اللي بياخدوا مديرات البول دول خطر جداً عليهم الحر عشان طبعاً لازم بنرجع دكتورنا عشان اللي بياخدوا مدير البول اللي بيفقد مياه أكتر فبالتالي مع الحر والعرق بيفضل مياه أكتر وأكتر وأكتر بيعرضوا أكتر لي حالات الجفاف اللي بنشوفها غالباً في مرضى أمراض القلب بس شربه كتير أصلاً للمياه اللي هو مفروض صحي بحنا قول من راجع ويدخله الحمام أكتر وده بيعمل عليه مجهود إضافي لا للأسف لا اللي بيشرب مياه فوق المعدل بتاعه بيخش الحمام فوق المعدل بتاعه اللي بيشرب مياه في معدله بيخش الحمام في معدله لا محدش يقلق من الجزئين لا محدش خالص بيشرب مياه فوق المعدل بتاعه لا ده فعلاً بما الكلاب تشتغله بقى تزود إضرار البول نعم لو أنا شربت في معدلي وده طبعاً اللي بيحدده الدكتور بتاع مريض القلب خاصة مرضى فشل عضلة القلب المفروض أصلاً الطبيعي في المياه دي يا دكتور الطبيعي من المياه من الاثنين لغاية ستة لتر يا خبر بيض دي حد ممكن يشرب ستة لتر ده هيريش في الحمام ده هو بيفرز يعني ده واحد بيتمرن ناس البادي بيلدرز بيبتدوا يشربوا مياه كتير عشان بيفقدوا كتير بيفقدوا مياه كتير بيفقد مياه كتير لازم يعود بالمياه المياه هي حاجة مهمة جداً للجسم بالتالي حر أكتر حاجة بيأثر عليها هي فقدان نسبة المياه في الجسم وفقدان نسبة المياه في الجسم ده باللزب المريض للقلب في منتهى الخطور لأن دي ميزان خصوصاً نفات العضلة للقلب ميزان ده لازم طبعاً لحدده الدكتور المسؤول على المريض احنا لما بنتعرض للحر واحنا ما عندناش مشاكل يعني بتبعد ما انت شايف تاخد نفسك والله يا دكتور دي حقيقة فما بالك بقى بالشخص اللي أصلاً قلبه تعبان ايه اللي ممكن يحصل معه هو بقى في ظل الحالة دي طبعاً نقص نسبة الأكسجين مع ضربات الشمس أو الحرش ده قوي يعني دي قليلاً شوية دي ممكن فعلاً نسبة الأكسجين تقل فبالتالي تعرض مريض القلب إلى نقص نسبة الأكسجين فيها الضحية بس دي في بعض الحالات القليلة شوية اللي بيقى فيها درجة حرارة شديدة والناس معرضة لدرجة الحرارة شديدة من غير طبعاً وسائل التهوية المختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة